الجهاد ذروة سنام الدين لا ريب جعله الله عز وجل بيد ولي أمر المسلمين هو أعلم بمصرحة أهل الإسلام متى يقدم بهم متى يتريث متى يحجم متى يصالح أوكل الله عز وجل هذا كله لولاة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك كله حارب على أسوار المدينة في وحد وحارب أبعد في بدر ووصل إلى مكة في العام الثامن وذهب شمالا إلى خيبر في العام السابع صالح اليهود هم على مقربة منه صالح الوذنيين في صلح الحديبية صالح النصارى لما أتاه وفد نجران كل ذلك صنعه صلى الله عليه وسلم لماذا؟ كل هذه حتى لا يحتج أحد على أحد هذه أمور داخل في الأحكام السلطانية داخل في السياسة الشرعية جعلها الله عز وجل بيد ولي الأمر وقل لمن يدعي في العلم فلسفة عز وجل هذا إلى ولاة الأمر لم يكلفك الله أكثر من أن تسمع وتطيع في غير معصيتي في غير معصيتي الله ترجمة نانسي قنقر